مقالة بعنوان بيم اوتسايد دبل دينك للمهندسة سحر كروي في المؤتمر الذي تم انعقاده في الثاني من شهر كانون الاول ديسمبر من سنة 2015 في مدينة ليديس في المملكة المتحدة وتم تسليط الضوء على عدة جوانب منها ما هي الفوائد الناجمة عن تطبيق البيم وما هي التحديات التي تواجه تطبيقها واكثر ما صلت عليه الضوء هو دور البيم في الهايويس لاندسكيب سنقوم بعرض بعض ما جاء في المؤتمر كما هو واضح بأن الحكومة البريطانية كلفت استخدام المستوى الثاني من البيم من قبل جميع الدوائر الحكومية في المملكة المتحدة على جميع المشاريع بغض النظر عن حجمها كما العمل كالمعتاد بعض فوائد البيم فيه كما هو معروف مسبقا أولا معلومات أفضل وأسرع وعلى طول العملية البنائية ثانيا تقليل الصعوبات وإعادة العمل خلال البناء ثالثا تقليل الهدر سواء في المواد أو الوقت رابعا أضاء أفضل في الإنتاج خامسا تحسن في عمليات المراجعة والموافقة أخذ البيم خارج المبنى التركيز على كيفية أن البيم يمكنه تحسين إطار المشروع وكذلك التحقيق منافع لمشروعات البنية التحتية نهجان لهندسة المناظر الطبيعية أولا بي بي اي بوند بريان اركتكتز لاند تيم ثانيا اكسترنا لانسكيب كونزلسانت نهج البيم لفريق بي بي اي المناظر الطبيعية أولا محادات نهج المناظر الطبيعية مع نهج العمارة ثانيا تطوير حلول في انسجام تام وليس بشكل منفصل ثالثا أبحث عن انتصارات سهلة رابعا حقق المستوى الأول من البيم أول ثانيا نهج البيم الاستشاري المناظر الطبيعية أولا استخدام نهج استشاري المناظر الطبيعية بانتظام للحصول على سرعة أعلى ثانيا تبادل المعلومات وتطوير أفضل ممارسة لسير العمل معا ثالثا ضمان توافق الاستشاريين مع المعايير الوطنية والدولية رابعا بحث توافقية سير العمل IFC إلى Archicad Solibri الخطوات اللاحقة لمعمارية المناظر الطبيعية أولا بي بي اي اختبار مشاريع في الحقيقة الخارجية اختبار التوافقية ثانيا دمج الملاحظات من قبل فريق بي بي اي للمناظر الطبيعية ثالثا الجدولة مع سير العمل رابعا فحص نموذج Solibri خامسا الكميات سادسا COBIE أما المواضيع الأخرى التي تصلت على الضوء عليها هي التحديات التي تواجه تطبيق البيم وكذلك متطلبات البيم التحديات أولا تغيير النظر إلى البيم أنه ليس فقط حول نمذجة ثلاثية الأبعاد ثانيا محددات البنى التحتية كوبي C-O-B-I-E للبنى التحتية IFC للبنى التحتية مقدرة البرمجة والتنصيق مثل Autodesk كوبي و IFC ثالثا تحسين كل متطلبات معلومات العمالة بيئة البيانات المشتركة C-O-B-I-E لمساعدة البيانات والمستلمات الأخرى رابعا تجهيز المواد خامسا تطبيقها على العمال الصغيرة منذ طلبات مفتاح البيم أولا ترك التعقيد والمنافسة في التوريد ثانيا كن محددا عن ماذا تريد مع مجهزي التوريد ثالثا قياس وعمل استخدام فعال الإنتاج رابعا توفير الدعم الملائم للبنى التحتية خامسا أخذ خطوة جدية خطوة جدية